المزيد ينضم إلينا عبر زوم من دبي سامويل ويربيرك المتحدة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية أهلا بك سيدي بداية استمعنا إلى تنديد من قبل معظم الدول في العالم منها وآخرها الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة ولكن أريد أن أفهم في أي إطار تضع الولايات المتحدة وأي مسمى تحت أي مسمى تضع هذه الهجمات نعم إذن أولا شكرا على الاستدافة ومساء الخير ونتفك الولايات المتحدة ننتفك 100% ما قال النطق راسي من الاتحاد الأوروبي وكل الدول الأخرى ندين بشدة هذه الهجمات ونرى أن مثل هذه الهجمات ليست من تصرفات مجموعة جادة بشأن السلام إذن لذلك حال الوقت الآن للهوثيين أنصر الله لتوقف من هذه الهجمات ضد دول مجاورة خاصة ضد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قم سمعنا من البيت الأبياد إمبراء لابس البيت الأبياد والولايات المتحدة سنبحث عن طرق لدعم المملكة العربية السعودية ضد هذه الهجمات سيد سماويل طبيعة هذه الهجمات كيف تنظرون إليها كونه أنت قلت أن الحوثيين أطلقوها هل هي هجمات استفزازية؟ هل هي إعلان حرب؟ هل هي بالمقابل الإرهابية؟ كيف تصفونها؟ إذن أنا لست نطق راسمي من الهوثيين وأنا لا أريد أن أتكلم بإسمهم لا لا كولايات متحدة كولايات متحدة كيف تنظرون إلى هذه الهجمات وقراءتكم لهذا التصعيد الآن؟ نعم نحن ننظر لهذه الهجمات كهجمات ضد حليفنا ضد المملكة العربية السعودية وليس هناك أي تبرير من قبل ما؟ أعمال تعتبر إرهابية هل توافق أن مثل هذه الأعمال والتي تستهدف الأعيان المدنية وأيضا تستهدف المدنيين هي أعمال إرهابية أو لا؟ إذن أنا لا أريد أن أدخل في المناقشة حول التصنيف أنا أعرف أن هناك بعض الأسئلة حول إلغاء التصنيف الهوثيين كمجموعة إرهابية دولية ونعرف أنه كان بالنسبة للغاء التصنيف الهوثيين كمجموعة إرهابية دولية كان سبب واحد والسبب هو معاناة الشعب اليمني والهقائق أن 80% من اليمنيين بكل آسف يعيش في مناطق تحت سيطرة الهوثيين وسمعنا هذه الإدارة من الأمم المتاهدة ومن منظمات خيرية وإنسانية أخرى أن تصنيف الهوثيين كمجموعة إرهابية دولية تمثل حاجز أمام تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني الذي يستحق إنهاء هذه الهرب الوحشية ولكن هذا لا يعني أن الوريد المتاهدة ستغلط طرف عن ماذا يفعلون الهوثيين وهذه الهجمات فعلا هجمات وحشية وخبيثة تمام طيب ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة لحلفائها إذا كان موضوع إسقاط اسم الحوثيين مبرر بالنسبة لكم من كونهم جماعة إرهابية كيف ستتعامل مع هذا الوضع وكيف ستدعم حلفائها لأنها وعدت نعم إذن عندنا بعض الأهداف هنا بالنسبة للملف اليمني في اليمن نريد أن نستمر في التنسيق والتعاون والتشور مع الأمم المتايدة ومبوث الخاصة مارتين غريفث عبر المبوث الخاصة الجديد تيم لاندركينج لإنهاء هذه الهرب ونريد أن نستمر في تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني هذا بالنسبة للملف اليمني ولكن من الملف مرتبط بهذا الملف الهجمات وكما نقول سنبحث عن طرق لدعم القدرة المملكة العربية السعودية لدفع عن أراضيها ضد هذه الهجمات وتهديدات من الهوثيين أو من أي طرف آخر من المنطقة وبما في ذلك نعرف أن هناك تمويل والدعم والتدريب من إيران للهوثيين بدون شك سيد سمويل أريد تفصيل إن كان لديك عن طريقة هذا الدعم الذي تتحدث عنه لتساعد الولايات المتحدة المملكة بحماية نفسها وبالمقابل عندما نتحدث عن إيران كونك ربطت ما يحدث في اليمن بإيران هناك وعي أمريكي بمعنى آخر أن الحل ربما يكون مفتاح في إيران وليس في اليمن وكيف يمكن أن يتم التعامل مع هذا الشيء نعم إذن كل الملفات لدينا هناك لايها طويلة بنسبة النشاطات مزازة الاستقرار من إيران في المنطقة ليس هناك أي شك في أقول الأمريكيين حول هذا الموضوع ولذلك كما رأينا المبوث الخاص تم لاندر كينغ هو كان في رياض هذا الأسبوعين وهو سيرجع إلى المنطقة وسيستمر في المناقشة وتشاور وكما رأينا كانت هناك منورات أسكرية بين الولايات المتحدة وبودة أخرى في المنطقة منها المملكة العربية السعودية وسنستمر في كل هذه المنورات وتدريبات لأن العلاقات التي عندنا مع المملكة علاقات طويلة وتاريخية وأميكة جدا إذن الولايات المتحدة ستدعم المملكة العربية في وجه هذه الهجمات سيد سمويل رغم كل هذا الاستعراض العسكري ولكن البعض يرى بأن الولايات المتحدة خلال فترة الإدارة الجديدة ليست واضحة في طريقة تعاملها مع الملف الإيراني وربما تعطي بعض الإشارات الخاطئة إلى إيران لتتمادة ألا تعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف صارم وخطوات صارمة فيما يتعلق بإيران؟ وما هي؟ إذن أنا أعتقد أن الموقف من هذه الإدارة تجاه إيران واضحة جدا هذه الإدارة تؤمن بإيران يمثل الرعاية الأولى لإرهاب في العالم ويمثل الأكبر تحدي في المنطقة وهناك هجمات من إيران خرج من المنطقة ولذلك كما قال الرئيس بايدن إيران لن تملك الإسلحة النووية أبدا إذن عندنا الملف حول البرنامج النووي والاتفاق النووي ونبحث عن طرق لعود إلى الاتفاق بين إيران والاتهد الأوروبي وأدول أخرى ولكن في نفس الوقت الوليد المتاهدة لديها أمكانيات لتركز على أكثر من جانب وفي نفس الوقت نعرف أنه هناك لقيها طويلة من النشاطات الأخرى المزازة الاستقرار في المنطقة منها تمويل الإرهاب ومنها التجارة بالسواريخ الباليستية وإلى آخره إذن الوليد المتاهدة ستستمر في التنصيق وتشاور مع كل الهلفاء في المنطقة منها المملكة العربية في ثقة بإيران بأنه فعلا من خلال التفاوضات ستنصاع إلى أي اتفاق يتم التوصل إليه وستنهي فجأة وتوقف كل أدرعها في المنطقة لا نتوقع أنه ستكون أي نتيجة مثل هذا بين الليلة ودهاها وكما رأينا كما سمعنا من البيت الأبيار ووزير الخارجية النية الأولى بالنسبة للوليد المتاهدة وإيران لعود إلى الاتفاق النووي ونجعلها أطول وأقوى ونبني على هذا الاتفاق لنتعامل مع الملفات الأخرى ولكن نعرف أن هذا النظام الإيراني كان نفس النظام الذي رأينا منذ سنوات التي تشن هجمات دول المجورة إلى آخره إذن كما نقول لا نتوقع أنه ستكون نتيجة بين الليلة ودهاها ولكن الوليد المتاهدة ستستمر برقم ذلك كان معنا عبر زوم من دبي ساموال ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك